سوف نتعرف في هذا الدرس عن الفرق بين do you و are you لابد أنك سألت نفسك من قبل ما هو الفرق بينهما سوف نتكلم في البداية عن do you ولكن هل هو هذا الشكل الوحيد لها؟ لا، بل هي تأتي مع I و you و we و they وهنا يأتي معها do أما he و she و it يأتي قبلها does يكون هذا هو شكلها ويأتي بعدها الفعل في المصدر بدون أي إضافات تستخدم للسؤال عن ما يفعله الشخص دوما في أيامي مثل do you play football does she study hard كما عرفنا أن she تأخذ does فنقول does she does she study hard does she study hard do they practice sport do they practice sport كما عرفنا أن they تأخذ do فنقول do they practice sport هل هم يمارسون رياضة؟ ننتقل إلى are you ولكن ليس هو هذا الشكل الوحيد لها كما عرفت فتأتي مع I am و you و we و they تأتي قبلها are وهي و she و it يأتي قبلها is تستخدم في شيئين ولها شكلين الأول هو الverb زياد الing وهذا يستخدم عندما تسأل شخص عن ما يفعله الآن وسنرى أمثلة فيما يلي أما في الاستخدام الآخر تأتي معه adjective وهي الصفة وهي تستخدم فيه السؤال عن صفات شخص أو صفات مكان أو جودة شخص أو جودة مكان لنأخذ بعض الأمثلة are you watching a video now are you watching a video now هل أنت تشاهد فيديو الآن كما عرفنا أن you تأتي معها are فنقول are you watching watch هو الفعل في المصدر فنضيف له ing are you watching a video now هل أنت تشاهد فيديو الآن للسؤال عن شيء تفعله الآن am I recording a video now am I recording a video now كما علمنا أن I يأتي قبلها am record هو الفعل في المصدر ويأتي بعده ing فتكون am I recording a video now هل أنا أسجل فيديو الآن are they a good people are they a good people they تأتي معها are وفي هذه الجملة تسأل عن صفة أشخاص فلذلك نستخدم adjective are they a good good تعتبر adjective وهي صفة is he an intelligent boy is he an intelligent boy هل هو ولد ذكي معه تأتي is is an intelligent intelligent لأنها في بدايتها حرف متحرك وهو ال I كما عرفنا الحرف المتحركة هي تأتي قبلها an حتى تكون أسهل في النطق is he a intelligent is he an intelligent تكون أسهل بكثير من is he a intelligent يمكنك الآن أخذ screen shoot والاحتفاظ بها في هاتفك وفي النهاية أصدقائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ودعمنا بلايك تشجيعا لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر